نحن نبغى نأكد أن كبار السن من أكثر الأشخاص التي هذه الأيام أنا أظنهم بيعانوا في كثير من الأسر التي ابتعدت أحيانا عن آباءه وأمهاتها وعن رعايتهم وعن التواصل معهم بسبب الخوف من إن نقل أي مرض لهم أنا أعتبر هذا جزء من الوعي بس يبغى لنا نسويه بحرص يعني نحن لابد أن نذكر أن انتقال المرض عن بعد مترين جدا صعب إذا كان المفروض أحد عنده أي طاس زي ما قال الدكتور جاك أو عنده أي عراض المفروض أنه ما يروح عند الكبار في السن نظرا لأن الإحصائيات تبين أن كبار السن اللي فوق الثمانين سنة هم الأكثر عرضة نجاتهم مضاعفات من المرض